الركادر واحدة السلسلة ذلك اليوم الحق ومع الدرس 17 تكلمنا على كيفية حشر السعادة وكيفية حشر الأشقياء تكلمنا على السعادة كاللي تحشر في النور كاللي تحقع قلناهم شاء الله تعال ومن بعد يجتمع الخلائق يوم القيامة في يوم عصيب تدن الشمس من رقاب العباد قدر ميل فيغرق الناس في عرقهم على قدر جرائمهم وعصيانهم فمنهم من يأخذه العرق إلى قدميه ومنهم من يصل العرق كما قال الحبيب صلوا عليه إلى نصفيه ومنهم من يصل العرق لكثرة مصائبه وذنوبه إلى ترقوتيه إلى عنقه ومنهم من يلجم في العرق الجامن تعرفوا اللجام واسمه تدن يوصلوا العرق هنا سخون بحال النار فيطول العذاب في هذا الموقف فيدعو بعض الخلائق من المعذبين في هذا اليوم العصيب فيقول يا رب أعتقنا من هذا الموقف ولو إلى النار غدنا النار ما تخلي خمسين ألف سنة يا ابن عمي بن عدم سبحان الله يمشي للطباية بيكون في اللصاص لطنط قاعة الانتظار غزو السوايا ثلاثة يبقى تفوت عليه الدقيقة كأنها نهار إلي كان فيه الألم ولكن في الليل فيه شي مرض يستفقل مرور الوقت لشدة الآلام فكيف هو الإنسان في هذه بحونا والأخوة ولأول مرة بعد طول الوقوف تجتمع الخليقة على أمر واحد أكاد أرزم أنه مجتمعت الخليقة على أمر قط زوج انتا عن الناس في الدار أمرهم ما تفهموا على حاجة بل في بعض الأحيان ما تفهمش مع روحك فلم يحدث في التاريخ أن اجتمعت البشرية على رأي واحد قط لأن المصالح تتوزعهم حتى أبناء الأسرة الواحدة يختلفون على مصالحهم إذا نظر كل من زاويته وجهة مصلحاته ولكن ذاك النهار يكون شي نساء وكل شي يجتمعوا على أمر واحد واسمه هو أمر واحد يجتمعوا واسمه هو قولوا لحظة واسمه كين ديرون سلكو من هاتش ينسوا الفيرماعات ينسوا كل شي لأول مرة تجتمع الخليقة مذ آدم إلى آخر من يقف بين يدينا في ذلك اليوم العصيب على أمر واحد وهو كيف السبيل للنجاة من هذا الموقف العصيب يا كنت يا إن شاء الله كنت تفقوا على شي حاجة ناس موحسكم تديروا إن شاء الله تعالى أخير سكم تشوفوا كيف يديروا تنفذوها على الأرض إذا اتفقتوا على الحاجة وما طبقتوا هاش يابا كاين والو فهؤلاء اجتمعوا جميعا على أمر واحد وهو كيف يمكن أن ننجو من هذا الموقف ففكروا في طريقة يلتمسون بها تحقيق هذا الهدف اسموها الطريقة اجتمعوا البوذيين واليهود والنصارى والمسلمين والشع كل شي يحصران اللي كانوا يتقاتلوا كما اليوم شي يقتل شي ثم ينسوا كل شي الخلافات ووضعوها وراء ظهورهم واجتمعوا على أمر واحد قال لك المصائب اسموه دير تجمع الناس ولاش تشي ناس عطالهم ربي المصائب وما جمعتهمش عارف اللي معدهم عقل فاجتمعوا بدأوا يفكروا كين ديروا قالوا اخسنا واسموه ايش واحد موضع يسميوه الشفاء يكونيش فعلناه عند ربي باش ينزل نزولا يليقوا بجلاله يحاسبنا باش اللي يمشي الجنة يمشي ولي يمشي النار ولا هذي خمسين ألف عام ديال لعظة ويا ربي يا ربي يا ربي وتكلمت في اللقاء الماضي البرح كنت فعل موت على وسمه يجي الشفاء الشفيع هو وحد الإنسان يكون وسيط بين صاحب الحاجة وبين من بيده قضاء الحاجة يجيو عنده الناس ينويه فيه الخير باش يقدرهم نصواره وهذو كلي يمشي يتشف عندهم عاودك يحتارموه عنده شي جاه واللي شي مكانة فهو يستعمل جاهه ومكانته لقضاء حوائج المحتاجين الذين لا يجدون سبيلا لتحقيق هذه الحاجة إلا بواسطتها ولا هذو كيسميهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش كون مفاتيح الخير في الدنيا كين مفاتيح خير ومفاتيح شر تقول خمس الأسلم كين شي ناس في الدنيا يتسموا مفاتيح الخير في نما كان شي خير يجريه الله على يديه وكين شي ناس الله يستريه ربه مفاتيح شر في نما مشاو إلا وينفتح بيهم مغاليق الشر كتكون الشر مبلع كيمشي ذاك هو مفتاح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشفع صلى الله عليه وسلم في الدنيا لأنه كان مقبول عند كل شي إلا رب يكرمك إن شاء الله بحسن السمعة أولى بلاصة أولى بمنصب أولى بجاه فعليك أن تستعمل ذلك لقضاء حوائجهم اللي لا يستطيعون قضاء حوائجهم والله جزيك بي خير إلا قضيت شي صار حال شي واحد في شي إدارة الفرق بين كوبين هذا كل يقبض الرشوة شكون هو شكون أن الذي يقضي الحاجات ويتشفع للناس بجاهه ومنصبه يحرم عليه أن يأخذ الجزاء من بلادي إلا الدفرنك مش أكل شي أنا مشيت لك الإدارة قضيت لك هذا كل شي صافي باش تقول لي قبضها هذه اللي قبضها ما تسمعش قضاء الحوائج وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن بعض هذه تقلتها في المحشورين في المتعى النور أن بعضا من عباد الله يحشرون يوم القيامة وجوههم نور على آرائك من نور يغبطهم النبيون والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء فجثى رجل على ركبتيه وقال جلهم لنا شكونهما حلهم لنا قال أقوام تقضى على أيديهم حوائج الناس اللي يشفعوا الناس الله يا ربي هذه الشفاعة أنت على الدنيا هي اللي تحمل المعنى تع الشفاعة أنت عيون القيامة الشفاعة غادي تكون ما بين احنا اللي غادي نكونوا مذنبين وما بين صيد يا ربي شكون يا ربي اللي غادي يقبلوا مولانا باش يشفع في هذا العباد في هذا اليوم العصيم شكون وقويت جاد لو تنقشوا عندما نمشي عندما نمشي فاهتدوا جميعا إلى آدم قالوا لا نجد خيرا من آدم علاش وقوعتهم الدلائل خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة وجعله خليفته في أرضه فلا نجد أفضل من آدم لكي يشفع لنا إلى ربنا قد يقبل صيد ربي يشفع عن تع سيدنا آدم يمشوا عنده كامل شوف لهذا الحاديث يعني الصحيح التع البخاري ومسلم عن أنس بن مالك كي يقول تعرض ما يقوله يمشوا عنده ويقفوا قدام سيدنا آدم يقولوا يا آدم يا أبا البشر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى الورطة التي نحن فيها خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك الأسماء وأسجد لك الملائكة وجعلك خليفة في أرضه فلم نجد خيرا منك يشفع لنا عند ربنا لينزل نزولا يليق بشلال لأحاسبنا ترسوا يقولهم مباشرة لقد غضب ربكم ويا ابنا غضبا ما غضب مثله قبل قط ولم يغضب مثله بعد قط وإن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ما عندي منفعكم أنا في النمش فأرشدهم أن يسيروا نحو نوح عليه السلام قالوا مرعونا عند نوح أنا ما عندي مندي لكم مرعونا عند نوح فذهبوا إلى نوح فقالوا نفس الكلام ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى الورطة التي نحن فيها إن الله سماك عبدا شكورا وجعلك شيخا رسول فاشفع لنا إلى ربنا فيقول نوح ما قال آدم لقد غضب نفس الكلام لقد غضب ربكم غضبا لم يغضب مثله قبل قط ولن يغضب مثله بعد قط نفسي نفسي دعوت على قومي بالغرق نومان عرش شوفين سفتنا اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون نفس الكلام فيقول إبراهيم نفس الكلام يقول نفسي نفسي كذبت ثلاث كذبات وإني أخشى اليوم على نفسي 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 اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن فتوجهوا إلى موسى فقالوا نفس الكلام فرد بنفسي الجواب قال لقد غضب ربكم غضبة ما غضب مثلها قبل قط ولن يغضب مثلها بعد قط نفسي نفسي قتلت نفسا بغير نفس أرجو نفسي نفسي ذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فقالوا نفس ما قاله للأنبياء فرد نفس ما رد به الأنبياء إلا أن عيسى تميز على الأنبياء الأربعة من قبل أنه قال عليه الصلاة والسلام قال لهم غضب ربك بحال ولم ينسب إليه ذنبها كل شيء ربعا قالوا درنامه إلا عيسى لم ينسب إلي نفسه ذنبا أذنبه ولكن قال لهم اذهبوا إلى خاتم النبيين إلى سيد الأولين والآخرين رسولي ربي صلوا عليه إيه يا سيدي ما كانوا يسبوه في الدنيا أنصارا وهذا كل شيء يجتمع عليه غدا كل شيء يمشيه عنده يقول له يا محمد ألا ترى ما نحن فيه لقد سماك ربك خليلا وحبيبا اشفع لنا إلى ربنا لينزل نزولا يليق بجلاله وحاسبنا فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها أنا لها فيسجد سجدة تحت العرش مدة أسبوع كي يسميك في الحديث مدة جمعة ما جمعة أسبوع قال النبي فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح علي مثلها من قبل فأسمع مناديا يقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تُعطى واشفع تُشفع فعلها ثلاثة مرات الله جاتك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر هذك يسميه هالناس هذي هذي كيفاش يسميه هذي هذي شاك يسميه الشفاعة العظمى والكبرى لن يقوم بها إلا أحد من خلق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وقولوا حينما ينتهي دعوها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فالمقام المحمود والوسيلة والفضيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لأحد من خلق الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة بعد سماع الآذان بهذا الدعاء وجبت له شفاعة يوم الخيام الله كنت تسمع الآذان وتقول هذه الدعاء تكون ممن تستوجب شفاعة الحبيب يوم الخيام الله يشفع فينا رسول الله أي يا سياء هذه الشفاعة الكبرى هذه الدرجة العالية التي لا تنبغي إلا لأحد من خلق الله وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أننا تحدثنا ونتحدث عن الشفاعة نجيبوها موشوها شهرة باش نكملوا إن شاء الله هالكلمة نتكلموا على أنواع الشفاعات هذه الشفاعة خاصة بالنبي لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل دياله خاص الشفاعة الثانية دياله خاصة ما يشاركه حتى وعد واسمه هي أكو عارف هنا شرح المسلم خستقام المسلم يكون عارفها إن شاء الله باش ما يتفاجعش غدا يوم تلقيها ما إن شاء الله المسلم خستقام يكونوا عارف هنا كثير من الشفاعة الثانية التي هي خاصة برسول الله عاودك من الشرك معه ده وعد واسمه هي إن شاء الله ها هي أن أهل الجنة زين الذين يدخلون الجنة بغير حساب مش حالكي نواه من أمه سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألف فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألف يعني أربع ملايرو نسعمية مليون يا كاسر ربي 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 هذو يمشوا عند أبواب ديالجنة يوزيد وأبواب الجنة مغلقة لن يدخلوا حرام للجنة على أول داخل إلى الجنة فلن يبيح الله الجنة لأحد من أوليائه إلا بعد أن تنفتح بالمفتاح تعرف المفتاح شكرا صلوا عليه قال المصر على سلم آتي يوم القيامة إلى باب الجنة أبواب الجنة إن شاء الله باب جيلا أبواب الجنة الأقواب نشكوا أبواب الجنة أبواب الجنة إن شاء الله بابا الريان تعال الصائمين زيد باب الصدقة زيد باب بر الوالدين البر باب الصلاة باب الوضوء باب الامانة ثمانية جلال ثمانية اللي يكون غالب عليه شي صفة تعال الخير ينادى ان يدخل الجنة من تلك الباب اللي غالب عليه الصدقة ينادى من باب الصدقة اللي صنب الزاف ينادى للدخول من باب الريان قال له ابو بكر يا رسول الله واللي دار هاد مسايل كل شي وشي تلغوله من ابواب الثمانية قال نعم وارجو ان تكون انت منهم تنادى يوم القيامة من ابواب الجنة الثمانية تدخل من اي باب شي شكو اللي عندنا يدخلون من الجنة من الابواب التعال الجنة الثمانية شكو اللي يعرف شي واحد زيد اسي ايه صاف يا رحمدي لا فض الله فاك كي يقول المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من اي ابواب الجنة الثمانية شكو الله يقول بآتي يوم القيامة الى ابواب الجنة وهو الزحام الزحام ديال الناس اللي جاءوا قبل بالحساب ما يتحاسبوا الله يجعل نويكم منهم ما يتحاسبوا ما يتعاقبوا مشا وديري ولكن واقفين عند الباب رح اصولوا يدقوا فاطرقوا باب الجنة شكو اللي قد يرد علي هالواقش شكو اللي قد يرد عليه شكو اللي قد يرد علي ان شاء الله شكو اللي قد يرد الشاف ديال الجنة خازي الجنة خلونا اللي يسمع شو قد عارفو خودنا كاللي عارف رولاندو كاللي عارف ميسيكا شو شو ان شاء الله تبارك وتعالى اللي هالسيد هذا اللي اعطاله الله المسؤول يديا للجنة يحكم في قعف الملكة تعالي الجنة الشاف كي يقولوا لها سيدي يا الله يا سيدي او يا سيدي ارمي يا سيدي يودوا عقلوا عليها رضوان عليه السلام الله فيقولوا رضوان عليه السلام من من الطارق فاقولوا انا محمد تعرفوا اسمه جاوب اللي يجاوبوا ويا سيدي ربي صلي على حبيبي حتى يا ربي تعرفوا اسمه قالوا سيدنا رضوان عليه السلام قالوا بك امرتوا اللي افتح لأحدين قبلك حرام الجنة امرني ربي لو كان قاعد الخلاق تبقى هنا يا ميات مليار عام عند الباب والله واحد لا دخلها مسي ويلة جيت انت وتفتحت باسمك يا محمد شو شو لهذا الجواب شو بك امرتوا اللا افتح لأحدين قبلك فتفتحوا ابواب وجنة الثمانية ويدشنها تعرفوا اسمه تدشين ولا ما تعرفون تدشين من تكون شي حاجة ان شاء الله مزينة يجي لها شي مسئول كبير يدشنها قبل ما تبدأ الناس تستعملها حتى يجي ويدشنها سيدنا رسول الله يدشن الجنة يدشن ابوابها ويدخل ومنين يدخلها يؤذنوا بعد ذلك للذين يدخلون الجنة بغير حساب ان يدخلها هذه شفاعة خاصة ولا ماشي خاصة بنبي خاصة بحلولة خاصة خاصة زيدا سيدي ثالثة الشفاعة الثالثة خاصة بنبي عودة خاصة بنبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يشفعوا الله في سبعين من اهله استوجبوا النار حامل القرآن يشفعوا الله في عشرة كل واحد ولكن هذه خاصة بنبي صلى الله عليه وسلم أعود لكم اسموه الله يسمعون زيانا أخوتنا الله يرحمنا والسلام يوم القيامة تعرفوا شكنوا ما أصحاب الأعراف شكنوا ما أصحاب الأعراف هي الأعراف أعراف وش موما نزلت فيهم صورة اسم صورة الأعراف شكنوا ما الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم تعادل جاب من الير حسنة من الير سيئة مجموعة ديال الخلاق عندهم الدعوة مريقلة يدخلوا الجنة ما عندهمش زيادة احنا نقولون نصف زائد واحد ديمقراطية عندهم غير النصف زائد صفر يدخل للنار ما يمكنش يبقوا في الأعراف مكان بين الجنة والنار هذا لا يشفع فيهم إلا رسول الله يؤمر النبي ويؤذن له في أن يشفع في أهل الأعراف الذين تساوت سيئاتهم وحسنتهم ودخلوا الجنة نكملوا بهذا الرابع إن شاء الله اللي يدعن بيصلاح ونخلوا الأخرين الدرس القادم الرابع ثاني ادعن بيصلاح خاصة به أربع الأولى زيد يشفع فيه الخلائق كاملة باش ربي حاسبهم ديالوا بوحدهم الثانية يشفع للذين يدخلون الجنة بغير حساب لكي يدخلوا فلا يدخلوا حتى يدخلوا والثالثة يشفع لوحده صلى الله عليه وسلم في من تساوت سيئات وحسنتهم من أهل الأعراف والربعة اللي ديالوا ثاني عونا هم الخلير الكلسي ولكله الخمسة اللي مقيتين كل شيء يشوق 거ān فيه الأنبياء والملائكة والمؤمنين يعني هذين ان شاء الله واسموهن يا هذيك ان شاء الله تعالى كي يشتركوا فيها ان شاء الله تعالى اشتركوا فيها تッ الشافاعات هه الحاول لماذا شاول هذيك أنا صافي أنا أنا أتكلمون الآن عن فتناء الحاول الآن ان شاء الله تعالى الشفاعة الرابعة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أهل الجنة من أمته زيد كانوا يحبون رسول الله وأعمالهم لم تبلغهم منزلة النبي في الجنة فيشفع فيهم في الجنة هذه شفع داخل الجنة فيشفع النبي في أحبابه في الجنة فيرتقون بشفاعته بقربه صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة نجيب لكم القصة نتحا ونكمل تحادي كان واحد الصحابي خادم النبي اسمه ثوبان أخل عليه ثوبان هذا ثوبان وكذلك يصنع كل يوم يزداده زالا كل نهار يزيد يرقاك يبسلس وقال له ما لك يا ثوبان تزداد في كل يوم هزالا ما ركش تاكل ولا قال له يا رسول الله ما دمت قد سألتني فسأجيبك لكم سألتني ما جاوش يا رسول الله ذكرت موتتك وموتي فإن ميت أنت يا حبيب الله كنت في أعلى منازل الجنة وإن ميت أنا ورحمني الله ونجاني من النار وأدخلني الجنة هكون في منزلة أدنى منزلتك وأنا لا أصبر أبدا أن أعيش ولا أكحل عيني بالنظر إليك يا رسول هذا هو اللي ذوبني اللي ذوبني لنحم وشحم هو من نموت تكونت في أعلى درجات الجنة أنا إلى رب يرحمني ودخلني الجنة نكون للتحت أمني نكون للتحت ما نكونش نتنعم بالرؤيتك والنظر إلي وجهك وهذا ما قد ديتش نتحمله في الدنيا ذوبني مصر ما يقول له نبس لحس قال قال شو مصر ما يقول له آية ما يصبر من الجاناير ننزل جبريل قالوا ريض نزل جبريل عليه السلام فأنزل هذه الآية من صورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما لا لا يا الله كسم حسدنا أنس قال فوالله حين سمعت النبي يقول يحشر المرء مع من أحب لحب المؤمن يتحشر معه لحب الأخور يتحشر معه قال والله ما رأيت المدينة أكثر فرحا من اليوم الذي سمعنا فيه النبي يقول يحشر المرء مع من أحب فأنا أحب النبي ولا أستطيع أن أعملك عمله وأحب أبا باكر ولا أستطيع أن أجتهدك اجتهاده وأحب عمر ولا أستطيع أن أعدلك عدله ولذلك أرجو أن أكون معهم بحبي لهم لا بعملي يبلغك الله ذاك الحب والنبي اللي يحبه أعتروا ربي الشفعة في الجنة باش يطلعوا بحال إلا حبيت مثال أنا شيء واحد من غير النبي ما عندوش هذ السيد الشفعة باش يشطلعك انت ما كايناش سنوان باللي أعتروا الله هذ الخاصية في الجنة يشفع في بعض أحبابه الذين لم يبلغه حبهم للنبي إلى منزلة يكونون فيها أقرب إلى النبي فيرفعهم الله بشفاعة النبي حتى يطمئنوا بجوار النبي هذه كلمات إن شاء الله حول هذه المجموعة من الشفاعات الخاصة بالنبي لها أربعة إن شاء الله تعالى الشفاعة العظمى ودخول الجنة بالنسبة زيد للذين يدخلون الجنة بغير حساب والشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وشفاعة صلى الله عليه وسلم أحبابه في الجنة الذين يرتقون إلى درجات يكونون فيها بجوار الله صلى الله عليه وسلم والشفاعة الخلاصة نتعرض إليها إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر